هاي انا ففة من قناة دلوعة في مطبخي نهاردة حبيبي عملت وصفة الطلبت مني من كذا صديق في القناة تمام هما كانوا طلبين فانا جمعتهم في فيديو واحد في صديقة قالتلي انا عايزة اعمل معجنات بس بدون عاجن بدون ان انا افضل اعجن ودقيق والكلام ده وصديقة تانية طلبت مني ان انا اعمل لها كذا وصفة من الرؤية النشف لان عندها رؤية النشف كتير وعايزة كذا وصفة ايه بدل ما يبوز منها تمام فانا قعدت افكر كده والغاية ما وصلت للحل ان انا جمعت وصفتين في وصفة واحدة في فيديو واحد حاجة كده ما تتوقعهاش خالص خالص انا محدش يتوقعني بس يا حوايبي فايه ادخلوا معايا الفيديو وان شاء الله هتعرفوا الطريقة والوصفة بس الاول زي ما عودتوني اعملولي اشتراك للقناة وتفعيل الجرس على الكل يلا نبتدي بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيبي عاملين ايه يارب تكونوا بخير وفي احسن حال اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه افضل صلاة وسلام النهار دا يا حبيبي هنعمل وصفة جميلة جدا 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 تنفع فطار تنفع عشا ولو غيرنا في الحشوات حبة ممكن تنفع غدا وممكن زي ما هي كده هتنفع غدا هتبقى جميلة قوي 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 دا رؤاء ناشف تمام اللي عنده رؤاء ناشف كتير من العيد ولسه يعني مش استخدم منه كتير تمام اعملوا الوصفة دي هتعجبكو جدا جدا طبعا دي شربة دي شربة فراخ لو عندك شربة لحم مفيش اي مشكلة اي نوع شربة تانية مفيش اي مشكلة برضو كباية حليب كباية مج كده حلوة محترم حليب ودي زبدة لو عندك زمنة برضو عادي اللي عندك ومتاح عندك في البيت هو دا اللي تستخدمي بيه فيش حاجة هتقف دي جيبنا شيدر انا جايبها نوعين نوع بالفلافل ونوع سادة ودي جيبنا متزرلة وانا بقى عملتها بالبطاطس المقلية بما ان ولادي بيحبوها بالبطاطس المقلية بيحبوا البطاطس اصلا في كل الوجبات بتبقى حلوة قوي بتقليها عادي جدا مش لازم تقرمشيها انا عايزها طرية تمام دي بقى المعلقة دي سر من اسرار الفطاير او المعجنات اللي احنا هنعملها هتخلي الفطاير مورقة وجميلة مش معجنة في بعضها وهقولكو على اسمها واحنا ايه بنديف المكونات يلا بينا بقى ان شاء الله نسمي الله دلوقتي حبابي اول حاجة هنضيفها الشربة في السنية ونضيف مج الحليب المكسي ده حلو جدا 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 الشربة مع الحليب مع تلات معالق زبدة تمام ونحاول نقلب وندمجهم ايه مع بعض وبعد كده هنضيف بقى المكون ده دي معلقة صغيرة بيكنج بودر بيكنج بودر ده سر رهيب جدا جدا في الوصفة دي مش هيخلي رؤياء يعجن لما نيجي نطبقه كده مش هيخليه عجن تمام ايخليه مورق وجميل ويخليه طري كده وهش وحلوة قوي ده مجنا البيكنج بودر وده ويبناه مع المكسي الحليب بالشربة بالزبدة هنبتدي بقى نضبط الملح بتاعه حطي تحبت ملح هدقهم لو لقيتهم تمام خلاص مش ايه مش هايه هضيف بقية الكمية هو كده حلوة قوي تمام هنعمل ايه دلوقتي الحركة المعتادة عايزين اه ندمج الجلاش سوري الرؤياء الناشف بالايه بالمكس اللي احنا عملنا ده في حاجة مهمة بقى لازم اقول لكم عليها انا عايزة الرؤياء ده يبقى زي ما هو مدور كده يعني تحاولوا بقدر الامكان ان انتو تمسكوه بحنية علشان ما يتكسرش منكو تمام طبعا هنضيف المكس ده من الجنبين وفيه تكة مهمة بعد ما تخلصوا يعني تضيفوا كل الكمية على الرؤياء تسيبوه حبة كده في طبق او في صنية انا عايزة الرؤياء تبقى طرية جدا تبقى طرية ميجيش امسكها لاقيها ايه صوتها بيتكسر ايه في ايدي تمام عشان هقول لكم انا عايزها ليه كده دلوقتي غلفتها بالمكس ده غلفت الرؤياء كلها بالمكس زي ما انتو شايفين ما تكسرتش اذا اذا لا ربما اتكسر منكو حبة بساط فيش اي مشكلة شايفين طرية او ازاي هنغلفها بقى بايه بزبدة او بسمنة بسيطة جدا ما انكترش تمام لان احنا ضيفنا زبدة في المكس الحليب بالشربة وهنضيف برضو زبدة بسيطة في الايه في الطاصة اللي احنا هنقليها فيها تمام هنضيف دلوقتي الجبنة الموزرلة طبقة بسيطة كده صديقتي اللي طلبت مهاجنات من غير عجل الوصفة دي حلوة قوي 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 هتعجبك سهلة وبسيطة وادي حبيبتي الوصفة جديدة للرؤاء الناشف زي ما طلبتي مني انت وكذا صديقة برضو اه انا تحت امركو اي سؤال او اي طلب انا تحت امركو ان شاء الله بازن الله في كذا وصفة مطلوبة مني ان شاء الله هعملها قريب جدا انتظروني وتابعوني ان شاء الله معايا كل جديد زي ما انتو شفتو كده ضيفت الجبنة الموزرلة وبعد كده البطاطس وبعد كده الجبنة الشيدر هنحاول بقى نطبق ايه الرؤاء في اي قطعة اه اتقطعت او يعني بعيدة عن التانية انا عايزة رؤاء اطاري ليه علشان لما يكون في اي حاجة مقطوعة احاول ازبطها بايدي تمام طبقت زي الفطيرة بالزبط اهي معجنات بدون عجل حاجة كده صحرية جميلة جدا والطعم حكاية كريس زي العصر دلوقتي حبيبي انا عملت طبقة من الزبدة في الصانية اللي هحط فيها الرؤاء او المعجنات او الفطائر سموها بقى زي ما انتو عايزين لو اخدتوا بالكو في حتة من الجبنة كانت بينة عشان الرؤاء كمطاري فاغطتها بالرؤاء عادي دلوقتي انا ضفتها حطتها على ايه على البوتجاز انا هعمل طريقتين للتسوية بتاعتها تمام بتستويق بمنتهى السهولة مفيش اه نص دقيقة وقلبتها عالجنب التاني تمام اتي حبيب يا حبيبي او يا حبيبتي الفطير اه زي ما انت شايفين طري جدا جدا انتو ممكن تكتفوا بالصوية دي تمام تكتفوا بالتسوية دي او ممكن تعملوها زي ما انا هقولكو تاني نضيف جبنة متزرلة على الوش زي ما انتو شايفين كده المايكرويف بقى او الفرن تشغلوه على طول وتروحوا ايه حاطين الفطيرة على طول يعني ما تستنوش بما المايكرويف او الفرن ايه يسخنو انا عايزك جبنة تسيح بس مش عايزها تدي لون زي ما انتو شايفين كده الفطيرة بقت جهزة تحفة فنية تممكن تستخدموها بالطريقة دي وممكن تكتفوا بالتسوية على البتجاز بس شايفين عامل ازاي تحفة فنية وطعمها اقسم بالله حكاية انا بقسم بالله وقد كلامي حكاية بمعنى الكلمة كانت سخنة وانا بقطعها تنسوش يا حبيبي تعملولي لايك واشتراك وتفعيل الجرس عالكل عشان يوصلوكم كل جديد بازن الله كانت ضلوعة في مطبخي منكم وليكم وففة اختكم واي سؤال انا تحت امركم وان شاء الله اللي جاي هيكون احلى واحلى وكل وصفة انتم محتاجين هقولولي عليها وانا ان شاء الله الفيديو بيبقى زي ما انتم طلبين بالزبط والحمد لله كلامكم وكومنتاتكم انا مبسوطة جدا جدا وحاسة ان انا بعمل حاجة والله يعني ربنا يدمكم نعم حلوة في حياتي الفطير زي ما انتم شايفين طري وجميل وطعمه حكاية انا الولاد حبوه جدا 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 جربيه الاولادك وان شاء الله هيعجبكو جدا جدا كانت ضلوعة في مطبخي الوصفات الطبعية للشعر والجسم والبشرة اكلات مصرية وحلويات انتظروني حبايب فيديو جديد مع وصفة جديدة باي باي